القيادة العسكرية الإسرائيلية كلها الآن موجودة في مكر وزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب في الكرياوة وذلك لمتابعة أكبر وأوسع وأخطر عملية قسف حدفت في الضاحية الجنوبية منذ عام 2006 الجيش الإسرائيلي بعد الضربة بدقائق معدودات اتخذ الناطق باسم الجيش الإسرائيلي هجاري لنفسه موقعا وذلك للتحدث مع الإعلام بسرعة وهذا كان لافتا جدا التسرع من قبل الجيش الإسرائيلي بالخروج إلى الإعلام وذلك للحديث بعد هذه الضربة وقال بأننا وجهنا الضربة للقيادة المركزية أو المكتب المركزي أو القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية وكان مقتضبا وردد ذلك باللغتين العبرية والإنجليزية وبعد ذلك بدأت الصحف الإسرائيلية بالكتابة حول هذه المسألة حل حسن نصر الله كان هو الشخص المستهدف حل الذي كان مستهدفا هي قيادات من الصف الأول من الذي تم استهدافه وطبعا كل ذلك من الخرص لماذا؟ لأنه عمليا لم يكن لهنالك أي بيان رسمي لا من حزب الله ولا من الجيش الإسرائيلي الذي يؤكد إذا ما كانت الضربة قد نجحت في اغتيال حسن نصر الله أو أصلا كانت تستهدف الأمين العام لحزب الله والإعلام الإسرائيلي روايدا روايدا يحاول أيضا أن يجد لنفسه بيانا رسميا لكي يؤكد الرواية على المستوى السياسي مهم أن نذكر بأن هذه العملية حدفت بعد انتهاء بن يمين نتنياهو من خطابه في الجمعية العمومية وكان في جلسة كما فهمنا من المصادر كان في جلسة مع مجموعة من السياسيين والنشطاء والآخرين الذين رافقوا في الرحلة فجأة انسحب من الاجتماع وذهب إلى غرفة معزولة وكان يتحدث مع مجموعة من المسؤولين عبر الهاتف ويبدو بأنهم أطلعوه عن مجريات ما حدث في الإعلام الإسرائيلي يقولون بأن هناك معلومات استخباراتية سريعة وصلت إلى الجيش الإسرائيلي مفادها بأن القيادة لحزب الله موجودة في المكان الفلاني الذي تم استهدافه لافت جدا التذكير بأن إسرائيل حصلت على مجموعة من الصواريخ وهي قليلة عموما الصواريخ القادرة على اختراق التحصينات الشديدة والقوية والسميكة من الولايات المتحدة في الأشهر الأول من طفان الأقصى وتحديدا بعد أن طلب بن يمين نيتنيو هذه الأسلحة وذلك لضرب تحصينات تحديدا للأنفاق الخاصة بالسنوار وبالقيادة القسام في غزة وبالفعل حصلت على ذلك ولكن بشرط أن يكون هناك متابعة من مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الذي كان أشبه بضوابط اتصال لأن وزارة الدفاع الأمريكية كما جاء في التقرير الخاص بالوزارة بأنه لم يكن يريد أن تقوم إسرائيل باقتناص هذه الصواريخ واستخدامها في إيران لضرب المنشآت النووية أو ضرب تحصينات داخل إيران ولذلك كانت قليلة ومع ذلك كانوا قد أكدوا بأن إسرائيل حصلت على هذه الصواريخ الدقيقة والقادرة على اختراق التحصينات الذي جرى هو ليس تدمير مباني فوق الأرض بقدر ما هو كان الهدف منه تفجير تحت الأرض ولذلك الذي نسمعه الآن ونشاهده في بيروت هي الحفر الكبيرة يعني كل شهود العين يقولوا حفرة كبيرة حفرة كبيرة يعني أن التفجير كان تحت الأرض وليس بأنه عبارة عن مبنى تم تفجيره وانهار وبالتالي يبدو بأن هذا الذي كان معمولا به الآن الملاجئ في تل أبيب كلها فتحت الملاجئ في حيفا الملاجئ في منطقة المركز الملاجئ في منطقة الجليل الأعلى الملاجئ اللي ربما حتى في مدينة القدس قريبا سوف تعلن الحالة القصوى لماذا؟ لأنه إذا كان هناك تجديد أو ضربة أو نجاح أو فرصة فإن ذلك سوف يغير من الموازين العسكرية بشكل كبير وبالطبع كل موضوع التهدئة والمفاوضات ووقف اطلاق النار هذا بات من ورائنا نفس السيناريو الذي كان يحدث في غزة في الصباح يتحدثون عن مفاوضات وصفقة وفي المساء يقومون بعمليات اغتيال ومجازر وتدمير للمباني والبنية التحتية وضرب المخيمات اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم الذي فهمنا أيضا بأن هناك رفع لحالة التهب للقصوى في كل المناطق أنا كنت في الجليل الأعلى صباحا في اليوم جئت إلى هنا في الطريق رأيت كل الدبابات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة الجليل بشكل واسع جدا لم أقم بالتصوير بطبيعة الحال سوف نترك ذلك لأسباب معلومة ولكن الدبابات الإسرائيلية كانت منتشرة على طول الطريق وهي موجودة مصفوفة في المضرعات الإسرائيلية المدفعية الإسرائيلية نعم أنهم يأخذون في إسرائيل كل ذلك على محمل الجد السبت اليهودي قد بدأ هذا يعني بأن المتدينين من اليهود أو المحافظين على الأقل أغلقوا الهواتف وأغلقوا التلفزة وامتنعوا عن هذه المسألة ولكن في إسرائيل هذه الليلة ليست ليلة عادية حتى أن بن يمين التنياهو سوف يغادر كما فهمنا نيويورك وذلك بالعودة سريعا لكسر السبت لاعتبار بأن الأجواء هي أجواء غير طبيعية اللافت أيضا بأن هذه العملية التفجير الهائلة التي حدفت في بيروت هذا ليس عبارة عن حزام ناري كما كنا نسمع دائما في غزة هذا عبارة عن محاولة واضحة لاختراق المناطق المحصنة تحت الأرض أكثر منه هو مجرد تدمير مباني بشكل عشوائي وبلا شك بأن الضحايا والشهداء الذين سوف يتم نقلهم روايدا روايدا في مستشفيات لبنان سوف يكون العدد باهظا كيف عرفنا ذلك؟ من تجربة غزة من تجربة غزة عندما تحدف هذه الانفجارات وفي يوجد هناك أناس في المباني فالشهداء يكونوا بالعشرات إن لم يكونوا بالمئات ولكن هذا وجب إضاح لهذه المسألة سياسيا هناك دعم كامل من قبل المجتمع الإسرائيلي وأغلبية المجتمع الإسرائيلي الذي يؤيد استمرار هذه العملية العسكرية بل وتوسيعها وإذا كان الثمن هو إطلاق مجموعة من الصوريخ على تل أبيب وعلى حيفا وعلى القدس فلا ضير وهناك رغبة ومطالبة بغزو بري للبنان بمعنى بأن الجو السياسي يؤيد العملية العسكرية قائد الجيش الإسرائيلي يريد هذه العملية العسكرية قائد هيئة الطيران السلاح الطيران الذي كان له أيضا تصريحات يطالب بالمزيد من الوقت وذلك للقيام بالضربات الضربات لغاية الان كما ترى هي تستهدف المناطق يعني آسف لأقول المناطق الشيعية في لبنان هذا بات واضحا بأن الجانب الإسرائيلي وهذا الذي قالوه في الإعلام الإسرائيلي بأنهم لغاية الان لم يقوموا بضرب المناطق التي هي مشتركة كالجسور الشوارع الرئيسية محطات توليد الكهرباء ولكن قالوا أيضا بأنه إذا استمرت الحرب فأن كل شيء هو مشترك سوف يتم ضربه ونحن نتحدث هنا عن البنية التحتية عن الكهرباء لا نريد أن نخيف الناس ولكن ما يقولونه في إسرائيل ويتردد صداف في وسائل الإعلام أو البيانات الصحفي أو التصريحات العلنية هي تشير إلى أن إسرائيل ماضي قدما في العملية العسكرية طيب هذه العملية العسكرية تحدث وبن يمين نتنياهو في نيويورك ألا ذلك يؤذي دبلوماسيا يبدو أن بن يمين نتنياهو كان مرتاحا جدا في الولايات المتحدة يبدو بأنه لم يتعرض إلى ضغوط أمريكية لأنه يتحدثون أيضا بأنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بهذه العملية أي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الجيش الأمريكي بأنه سوف يقوم بهذه العملية وبالتالي يبدو بأنهم لم يمارسوا الضغوط اللازمة لوقف هذه الحرب وبالتالي الحديث حول صفقة وتبادل ووقف اطلاق النار و21 يوم و7 أيام يبدو ذلك ليس حقيقيا تماما كما تعودنا لأكثر من 7 أشهر بالحديث عن صفقة غزة وكانت الإدارة الأمريكية تقول بأنها قابقة وسينية وأدنى وها هي امتدت ل7 أشهر وما زالها لغزة يعانون لماذا نربط غزة في لبنان السيناريو واحد الأدوات واحدة والتكتيك العسكري واحد هذا واضح جدا يخلون المدنيين من المناطق بحجة بأنهم يقومون بضربها ثم يقومون بالضرب ويبدو بأنهم سوف يوجهون رسالة حتى إلى أهالي الضاحي ولكل تلك القرى التي سوف يحسبونها على هذا الفصيل السياسي ولكن يبدو بأن أيضا الجانب الإسرائيلي يحاول استفزاز اللبنانيين بهذه المسألة ويريد أن يلعب على الوطر الطائفي يريد أن يلعب على الوطر الحزبي إسرائيل مطلعة تماما على مداخيل ومخاريج السياسة اللبنانية المعقدة وبالتالي تريد أن يكون هناك استفراد بحزب الله بهذه المسألة وهذا الذي تعمله الآن هو جزء من الرسالة التي تريد توجيهها إلى المجتمع اللبناني نحن لسنا ضد لبنان نحن لسنا ضد الشعب اللبناني وهذا طبعا قاله أن نتقس في الجيش الإسرائيلي وإنما نحن ضد أولئك الذين يساعدون الإرهاب في لبنان وهذه المصطلحات هذه المفردات هذا الكلام الذي يقال من قبل الجيش الإسرائيلي له ما له من تبعات سياسية داخل العمق السياسي اللبناني الذي أيضا يعاني من التمزق أو لنقول التعددية السياسية والساعات القادمة سوف تكون خطرة حل بالفعل تم اغتيال الشخص الذي يبغونه والذي سموه حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أم أن العملية لم تكن ضده وهناك فشل بغض النظر ما الذي يجري هذا الذي حدث قبل ساعة ثانية أو ساعة ونصف من الآن هو خطير هو منعطف خطير لا يقل خطورة عن ضرب مدينة الأبيب ولا يقل خطورة عن ضرب حيفا ولا يقل خطورة عن الصاروخ الباليستي الذي ضرب تل أبيب صباحا في اليوم أشكرا قبل لا يقل خطورة عن ضرب حيفا في اليوم لا يقل خطورة عن ضرب حيفا في اليوم